أفادت مصادر صحفية عن مقتل ما يقارب تسعة وثلاثين عنصرا من ميليشيات الحوثية المتمردة وجرح آخرين بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة أضفت المصادر أن الطيران الحربي للتحالف العربي نفذ غارتين جويتين على تجمعا لميليشيات الحوثية المتمردة أثناء استلام مواقع لهم أطراف المديرية وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المسلحين في صفوف الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وتكثف مدفعية الجيش الوطني وطيران التحالف العربي استهداف مواقع وتحصينات ميليشيات الانقلاب بالمديرية بهدف تحريرها من قبضة الميليشيات الانقلابية التي سعت في الأرض فسادا